صباح الفل عليك نهواني صباح الفل عليك كريم وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة تفقنات الناد الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي وتحدي جديد ومحطة جديدة من محطات الناد الأهلي نحو الوصول للدرع رقم 43 اليوم بمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز قبل ما نتكلم على المباراة ونتكلم على السدادات فريق الناد الأهلي أطمينك على حالة الأجواء نهواني بالنسبة هنا في التجمع يعني نسبة ما فيش شابورة يعني منعدم تماما لشابورة درجة الحرارة يعني نقدر نولي درجة الحرارة النهاردة مناسبة تماما جدا التقس أكثر من راع الشمس بتستع فيه التجمع ونقدر نولي النهاردة إن شاء الله تكون درجة الحرارة والظروف مهيئة إن شاء الله لفريق النادي الاهلي لمواجهة فريق الاتحاد في مباراة إن شاء الله يقدر فريق النادي الاهلي إنه يحقق فيها الثلاث نقاط درجة حرارة ندر المميز يعني تتراوح ما بين 27 ل28 درجة الشمس بتصطع هنا في التجمع في مقر إقامة فريق النادي الاهلي لو هنروح بقى لفريق النادي الاهلي ونتكلم على استعداده لهذا اللقاء طبعا بالأمس كان المران الأخير لفريق النادي الاهلي قبل الدخول في معسكر استعدادة لمواجهة فريق الاتحاد السكندري لقاءت شهب بالأمس طبعا وجود مستر بيتسو موسماني يعني نولا حمد الله على السلامة بعد تعافيه من فيروس كورونا لقاد المران بالأمس وكان اجتمع مع اللعبين واجتمع مع الكابتن سيد عبدالحفيز ويعني في اجتماع مطول مع اللعبين طبعا يعني خلال الفترة الماضية طبعا وخلال تواجدنا مع الفريق في النيجر كان مستر بيتسو موسماني دائم الاتصال والتواصل مع اللعبين والجهاز الفني يعني أنا عايز أقول برضو أقرب الصورة أن مستر بيتسو موسماني ما كانش بعيد عن اللعبين لا ده كان يعني على مدار اليوم وعلى مدار يعني ساعات التدريب أو وقت إقابة الفريق في النيجر أو في التدريبات كان الرجل متابع كل كبيرة وصغيرة اجتمع مع اللعبين بالأمس طبعا حالة من الفرح والسعادة بين اللعبين التي تعافي مستر بيتسو موسماني قدر يكتب مع اللعبين طبعا وخلاص دخلنا بقى في مرحلة الجد يعني اتكلم في النقاط الفنية وبعض الأمور الخاصة في الاتحاد السكندري الإيجابيات والسلبيات ثم انطلق المران عقب المران اختار مستر بيتسو موسماني 22 لاعب لهذا اللقاء في قائمة ضم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير لحراسة المرمة ايمن اشرف علي معلول محمود وحيد سعد سمير بدر بنون ياسر ابراهيم محمداني واحمد رمضان بيكم لخط الدفاع حمد فتحي وقاليو ديانج واكرم توفيق لخط الوسط كهرباء حسين الشحات وليد سليمان محمد شريف طاهر محمد طير صلاح محسن ومروان محسن وأخيرا احمد ياسر ريان طبعا الاستمرار غياب محمد مجدي افشا وعمر السلية ورامي ربيعة طبعا ليه سبوت ايجابية تعينة الفيروس كورونا الخاصة به الثلاثي اللقاء بيشهد عودة الثلاثي وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن طبعا ثلاث اضافات مهمين جدا لفريق النادي الآلي في هذا اللقاء طبعا مستر بيتسو موسماني خلال اللقاء الاخير والجاز الفني النادي الآلي قدر ان هو يلعب في لقاء سوني ديب بثلاث لعبين في وسط الملعب وحمد فتحي وقاليو ديانج هل من الممكن ان هو يكررها النهاردة ام هيدي الفرصة من بداية اللقاء لوليد سليمان في مركز عشرة دي بعض الامور الفنية طبعا هيبقى فيه بعض الثبات فيه تشكيل النادي الآلي اللقاء من الممكن يشهد عودة تعالي معلول وايمن اشرف ليه خط اتفاع النادي الآلي لكن ان شاء الله ينادر دون كل اللعبين موجودين كل اي 11 اللعب في النادي الآلي جاهدين طبعا الاتحاد المصري كان اعلن طاقم تحكيم هذا اللقاء بقيادة كابتن جهاد جريشا حكم الساحة يعاون محمد محمود لطفي مساعد اول وسيد نافع مساعد الثاني والحكم الرابع هشام الفلال محمد عادل ومحمود ناجي الاثنين حكام للفيديو قبل اللقاء يا نهواندا ويا كريم نتكلم على ظروف النادي الآلي النادي الآلي طبعا كل لعبة لقائين فاز باللقائين بالثلاثية يعني احنا بنحتفل في اجواء الثلاثية وفوز النادي الآلي بالثلاثية هذا المسم النادي الآلي حقق الانتصار بالثلاثية سواء على فريق مصر المقاصة او على فريق المحلة ست نقاط العلامة الكاملة اللي نقول ما شاء الله لفريق النادي الآلي بينما فريق الاتحاد السكندري اللي بيقوده الكابتن حسام حسن واحد من المدربين المميزين في الكرة المصرية ادر ان هو يعني يلعب لقائين في لقاء على بيرامدز بي هدفين مقابل هدف وتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق ادر برضو ان هو يجاهز اللعبين وحالة من الاستعداد ان هو بيجاهز اللعبين لمواجهة الناد الآلي طبعا كان اخر لقاء جمع ما بين الاهلي والاتحاد السكندري كان في الدور قبل النهائي لكأس مصر في البطولة اللي اقتنصها الناد الآلي وكان اللقاء اقيم على استاد الجيش بالسويس وانتهى بفوز الناد الآلي بهدفين مقابل هدف لو نتكلم على سيناريو اليوم او تفاصيل اليوم الخاصة بفريق الناد الآلي النهاردة نهوان ويا كريم نادي الآلي تناولوا وجبة الافطار في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا وجبة الغداء هتكون في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا ثم المحاضرة الفنية لمستر بيتسو موسماني هتكون في تمام الساعة الرابعة ثم التحرك والمغادرة إلى أستاذ الأهلوي السلام هيكون في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا بمشيئة الله دي كل التفاصيل كل الكواليس الخاصة من هنا من فندق إقامة فريق النادرالي